موسيقى نصل الآن إلى مؤسسات تربوية أخرى ذات تأثير كبير في عصرنا الراهن وهي مؤسسات الإعلام والاتصال ما المقصود بمؤسسات الإعلام والاتصال؟ هي المؤسسات الاجتماعية الرسمية أو الخاصة التي تعتمد على الوسائل الإعلامية سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروعة وعلى شبكات الاتصال الحديثة لأجل تقديم العديد من الخدمات الاجتماعية كالتفقيف والتوعية والتسلية والترفيه وتوجيه الرأي العام وإثارة اهتمام الأفراد نحو بعض القضايا المجتمعية عن طريق التعاون والتكامل والتنصيق مع جميع المؤسسات الاجتماعية الأخرى في المجتمع مؤسسات الإعلام والاتصال هي كل المؤسسات الوسيطة التي توجد بيننا كأفراد في هذا المجتمع وهي التي تحقق لنا هذا التواصل وهذا نقل المعلومة نقل الأخبار نقل الأفكار نقل الاهتمامات نقل الآراء كل هذا يتم عن طريق تلك المؤسسات الاتصالية مرئية أو مسموعة أو مقروعة أو شبكات اتصال حديث طيب يأتي من أبرز هذه المؤسسات طبعا الإذاعة التلفزيون البث الفضائي وسائل الاتصال الهاتف بأنواعها الفيديو الصحافة الورقية والرقمية شبكات الانترنت أشرة التسجيل السامعية المصرح السينما المعارض وإلى آخره ولا نعلم بماذا سيأتي إلينا الغد من مؤسسات جديدة في ظل هذا التطور التقني للبشرية في وسائل الاتصال الحديث طيب ما هي الأدوار التربوية لمؤسسات الاتصال والإعلام الدور التربوي الاجتماعي الأول هي أنها تقوم بعمل توجيه الرأي العام طبعا هذا لا يحتاج إلى شرح كبير في مختلف يعني هناك هناك عبارة شهيرة ووردت كعنوان لكتاب وهو قصف العقول فالمؤسسات الاتصالية والإعلامية تقوم إذا أرادت ترسيخ فكرة معينة أو خبر معين أو رأي معين تقوم ببث تلك الأراء وتلك الأفكار إلى درجة يعني يتم قبولها في النهاية حتى أنه من المأثور على أحد السياسيين الألمان وهو جوبلز الذي كان يقول طبعا في إشارة إلى وظيفة وسائل الإعلام يقول اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك لآخر طبعا هنا جوبلز هو يتحدث في إطار طبعا الحرب العالمية الثانية وفي إطار الصراع الإعلامي بين جهتين كبيرتين في ذلك التاريخ المهم أن توجيه الرأي العام هو من مهام المؤسسات الاتصالية والإعلامية من مهام كذلك التربوية هو تزويد الناس بالمعلومات والمعارف والأفكار والرواق يفترض نظريا أن وسائل الإعلام والاتصال تخدم الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة أي تنقل الواقع للناس كذلك يفترض في وسائل الاتصال نظريا أن تزويد الناس بالمعلومات الدقيقة والمعارف الصحيحة والأفكار الصائبة والرؤى الثقافية المتنوحة من المهام أو الوظائف الأساسية الأخرى للمؤسسات الاتصال والإعلام هي تطوير الممارسة التعليمية بتوظيف قنوات تعليمية أو تقديم مواد تعليمية متخصصة طبعا اليوم في عصرنا نرى قنوات تلفزيونية إعلامية أو قنوات على اليوتيوب تعليمية مثل ما نقوم به نحن الآن وهو يهدف إلى تطوير الممارسة التعليمية وإلى تقديم مضمون تعليمي دقيق وعلمي ومراقب وموضوع متطور من الأدوار أيضا التربوية لمؤسسة الاتصال والإعلام المعمل على المحافظة على هوية المجتمع الثقافية وخصياته الدينية هذه أيضا من المفروض أن تكون من أولويات مؤسسات الاتصال ثم المساهمة الإيجابية في عملية التفقيف الاجتماعي وتنمية الأفراد معرفيا وعلميا هذا دائما نشير إلى أنه من المفروض هذه هي الوظيف أو الدور التربوي من المفروض نظريا أن يكون الإعلام في مستوى هذا الشرط لكن هل أنه عمليا وفي واقعنا يلتزم بذلك أم لا فتلك قصة أخرى تتعلق بموضوع آخر ما يهمنا هنا هو أن نتحدث عن الدور النظري التربوي لمؤسسات الاتصال والإعلام المترجم للقناة